عاد بخفي حنين بذلك يمكن تلخيص زيارة المبعوث الامم الى اليمن مارتين جريفث لصنعاء التي غادرها بعد خمسين ساعة دون ان يدلي باي تصريح لا يبدو ان جريفث عاد بجديد فالحديدة بالنسبة للحوثين اشبه ما تكون بالحبل السري ولا يمكنه التفريط فيها بسهولة دون انتزاع مكاسب سياسية توازي خسارته لها وتعوض انكساراته العسكرية فاقد السلم لن يعطي ولم يحدث على مدى ثلاث سنين من الحرب ان انسحب الحوثيون من منطقة او محافظة بناء على حوار او اتفاق بل كان القول الفصل للحسم العسكري وبعد ذلك تتوالى المقترحات الدولية للذهاب الى طاولة المفاوضات كان المبعوث الدولي قد وصل الى صنعاء اول امس الاربعاء وفي جعبته امل في التوصل لحل يفضل انسحاب حوثي يجنب الحديدة المدينة والميناء ويلات الحرب والدمار وتزامن وجوده مع تصعيد عسكري حوثي تمثل باستهداف ناقلتين نفط سعوديتين في عرض البحر الاحمر وما قالوا انه هجوم بطائرة مسيرة على مطار ابو ظبي وهو تصعيد يراد به تقوية لغتهم التفاوضية في الاثناء ايضا كثفت حالف غاراته الجوية باستهداف مواقع عسكرية حوثية في كل من زبيد والدريهم والزيدية وكذلك في محيط مدينة الحديدة على الارض لا تزال الحشود تتوالى على المشارف الغربية لزبيد تأهبا لتحريرها كما يبدو بينما الاستعدادات على اشدها حيث تتمركز قوات الجيش الوطن والمقاومة التهامية جنوب غربي مدينة الحديدة لاستئناف العملية العسكرية من جهتها لا تفتأ الحكومة اليمنية تؤكد على شروطها المتمثلة في اطلاق سراح كافة الاسراء والمختطفين لدى الميليشيا وتسهيل وصول المساعدات الانسانية والاغاثية الى مختلف المحافظات فضلا عن الانسحاب الكامل غير المشروط من المدن وتسليم السلاح قبل البدء بأي جولات حوار اشتركوا في القناة